السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا لنطبق معا في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على برنامج معالج النصوص Word أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يكتب الطالب والطالبة نصا باستخدام النص الفني WordArt ثانيا أن يدرج الطالب والطالبة شكلا باستخدام برنامج معالج النصوص ثالثا أن يلون الطالب والطالبة الشكل المدرج في برنامج معالج النصوص رابعا أن يكتب الطالب والطالبة نصا داخل الشكل المدرج في برنامج معالج النصوص أعزاء الطلاب والطالبات، هيا نتذكر ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة؟ تذكروا معي في دروسنا السابقة تكلمنا عن برنامج معالج النصوص Word أو Microsoft Word قلنا أن برنامج Microsoft Word هو برنامج لتحرير ومعالجة النصوص نستطيع من خلاله كتابة النصوص والتعديل عليها ما اسم هذا البرنامج؟ أحسنتم برنامج Microsoft Word كما ترون شكل أيقونته لونها لون السماء ولون البحر أحسنتم أزرق بداخلها باللون الأبيض حرف W ما اسم هذا البرنامج؟ أحسنتم برنامج معالج النصوص Microsoft Word نستطيع من خلال برنامج Microsoft Word كتابة النصوص أو الجمل الكلمات أو المواضيع كذلك التعديل عليها والتنسيقها نجعلها باللون الأخضر الأحمر نجعل النصوص كبيرة أو صغيرة كذلك إضافة الكثير من الخيارات نستطيع إضافة صور الرموز الأشكال الجداول إذن عبر برنامج Microsoft Word كما ترون إذا قمنا بالنقر على برنامج Microsoft Word تفتح لنا هذه الصفحة نستطيع من خلال هذه الصفحة الكتابة كتبت قراءة طالب الدرسة ولكني كتبتها باستخدام ماذا؟ أحسنتم لوحة المفاتيح نستطيع كتابة النصوص والمواضيع باستخدام لوحة المفاتيح قراءة طالب الدرسة أيضا نستطيع إدراج الأشكال باستخدام برنامج Microsoft Word ماذا نعني بالأشكال؟ أشكال متعددة مربع، مثلث، نجوم، وغيوم، وأسهم أشكال متعددة كيف أدرجناها؟ لدينا نجمة كما ترون في الصورة نجمة خضراء نجمة خضراء كيف استطعنا إدراجها في برنامج Microsoft Word؟ هيا نتذكر قلنا من خلال إدراج كما ترون هنا على شريط الأدوات أداة إدراج عندما ننقر عليها تظهر لنا مجموعة من الخيارات أختار أشكال إذن اخترت إدراج ثم أشكال عند النقر على أشكال تظهر لنا كثير من الأشكال نستطيع اختيار ما نريد وبعد ذلك نستطيع إدراجها كما ترون أدراجت نجمة إذن من خلال خيار إدراج ثم أشكال نستطيع اختيار الشكل الذي نريده وبعد ذلك نستطيع إدراجها هيا نقوم بالتطبيق العملي في جهاز الحاسب الذي لدينا لدينا كما ترون هذا برنامج Microsoft Word عندما نقوم بفتح البرنامج تظهر لنا هذه الصفحة البيضاء نستطيع من خلالها إدراج الأشكال ونستطيع أيضا الكتابة كيف نستطيع إدراج الأشكال من خلال؟ هيا نقوم بالتهجئة إدراج ننقر على إدراج نقرنا على إدراج بعد ذلك نختار أشكال كما ترون شكل الدائرة وشكل المربع أشكال أنقر على أشكال تظهر لدي مجموعة كثير من الأشكال أختار الشكل الذي أريد اخترت شكل النجمة نقرت على شكل النجمة بعد ذلك أبدأ بواسطة الفأرة وبواسطة الإصبع إصبع أنقر على زر الفأرة الأيسر والإصبع الثاني أبدأ بالرسم كما ترون إدراج ثم أشكال ثم أختار شكل النجمة بعد ذلك نرى هنا علامة زائد نستطيع من خلالها أن نقر على مفتاح الفأرة الأيسر وأستطيع أن أبدأ بالسحب لأجعلها كبيرة قمنا بإدراج نجمة كما ترون هنا أدرجنا هذه النجمة تعلموا الإدراج أعزاء الطلاب والطالبات خطوة بخطوة وقوموا بتطبيقها عمليا حتى تستطيعوا إتقانها بعد ذلك قمنا بالتلوين هذا الشكل كيف استطعنا تلوينها لدينا نجمة زرقاء ونجمة خضراء كيف استطعنا أن نقوم بتلوينها أولا يجب أن نستخدم الفأرة لماذا سوف ننقر على داخل الشكل لماذا بواسطة الفأرة أنقر على داخل الشكل حتى تظهر لهذه الدوائر الصغيرة البيضاء من خلال هذه الدوائر الصغيرة أستطيع أن أقوم بسحب الشكل حتى أجعله كبير أو أسعى له صغير كذلك أستطيع أن ألون هذا الشكل إذا ظهرت لهذه الدوائر البيضاء أعلم الآن أن الشكل قد حدت بعد ذلك أختار من خيار تنسيق الشكل وتعبئة الشكل أختار اللون الذي نريد إذن نختار من بين مجموعة من الألوان ولكن يجب أولا أن نحدد الشكل بواسطة النقر بالفأرة داخل الشكل حتى تظهر لدينا هذه الدوائر الصغيرة هيا نقوم بتلوين هذه النجمة أولا أنقر داخل الفأرة كما ترون هذا هو مؤشر الفأرة لاحظوا لا توجد أي دوائر نقر واحد ظهرت لدي هذه الدوائر بعد ذلك أختار تنسيق الأشكال بعد ذلك تعبئة الشكل وأختار من بين مجموعة من الألوان أختار اللون الذي أريد تدربوا على ذلك عمليا أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها أيضا قمنا بالكتابة داخل الشكل كيف استطعنا الكتابة داخل برنامج أو داخل الشكل الذي أدرجناه باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد كما ترون هنا لدي شكل مثلث أو مستطيل أحسنتم لدي شكل مستطيل بأي لون أحسنتم باللون الأخضر قمت بكتابة جملة هيا نقوم بقراءتها أحب وطني المملكة العربي السعودية كيف استطعنا الكتابة داخل الشكل هيا نقوم بتذكر ذلك عمليا أستطيع الكتابة داخل الشكل قضع مؤشر الفأرة في منتصف الشكل ثم أقوم بالنقر نقرتين سريعتين أو نقرة مزدوجة أي نقرتين سريعتين فيظهر لنا مؤشر الكتابة بعد ذلك أستطيع كتابة ما أريد لاحظوا قمنا بالكتابة قمت بكتابة أرقام باللغة الإنجليزية إذن نقرة مزدوجة إذن نقرتين سريعتين مزدوجة أي نقرتين سريعتين في منتصف أو في وسط الشكل حتى تظهر لنا مؤشر الكتابة بعد ذلك أستطيع الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح أيضا قمنا بتغيير حجم واللون ونوع الخط الذي قمنا بكتابته قمنا بالكتابة داخل الشكل أيضا النص الذي قمنا بكتابته غيرنا قمنا بتنسيقه غيرنا اللون غيرنا نوع الخط غيرنا حجم الخط جعلناه كبير أو جعلناه صغير كيف قمنا بذلك؟ كما ترون لدي عبارة المهارات الرقمية كما ترون في الشكل الأول لونها أحمر وهي كبيرة كما ترون في الشكل الأول وبخط أيريال بينما بالشكل الثاني لونها أخضر وحجمها أصغر وهي بالخط الأندلسي كيف استطعت أن أقوم بتنسيق هذه العبارات؟ هيا نتذكر ذلك عمليا بالتطبيق العملي لدينا كما نرى هنا لدينا هذه العبارة أو لدينا كلمة أو جملة المهارات الرقمية كيف أستطيع أن أغير حجم ولون الخط؟ أولا أستطيع تغيير حجم ولون الخط من خلال تحديد النص قمت بتحديد الجملة بعد ذلك من خلال خيار لون الخط حرف A كما ترون لون الخط قوموا بتهجئتها أنقر عليها وأختار اللون الذي أريد أحمر أخضر أزرق اختاروا اللون الذي تريدون اخترت اللون الأحمر بعد ذلك من خلال خيار حجم الخط حرف A تكبير حجم الخط حرف A الكبير أو حرف A الصغير كما ترون هنا تصغير حجم الخط أنقر عليه كما ترون صار الخط كبيرا ومن خلال هذه الأرقام كلما كبر الرقم كلما كان الخط كبيرا وكلما صغر الرقم كان الخط صغيرا أما عن نوع الخط كما ترون هنا الخط الخط أقوم بالنقر عليها فتظهر لدي مجموعة من الخطوط أختار الخط الذي أريد كما ترون لاحظوا كلما أنتقل على نوع خط A جديد يتغير شكل خط الجملة التي قمت بكتابتها أختار الخط الذي أريد تدربوا على ذلك أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها لدينا الآن نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا النشاط رقم 2 صلى العبارة بما يناسبها إدرات شكل كيف أستطيع إدرات شكل من خلال إدرات بعد ذلك أنقر على الأشكال ماذا عن تحديد الشكل كيف أستطيع تحديد الشكل من خلال النقر بالفقرة على الشكل ماذا لو أردت الكتابة داخل الشكل كيف أكتب من خلال النقر المزدوج النقر المزدوج بالفقرة داخل الشكل نقرتين سريعتين فيظهر لنا مؤشر الكتابة ونستطيع الكتابة بعد ذلك لدينا الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته